بقدوم شهر السيام يختلف طابع المدينة ويزدان بالألوان والأنغام في مهرجان بلغ دورتها السابعة عشر والتي شهرت عديد الصعب من أجل ظهور الملأ وإبهاجي سكان المدينة الظروف ما هيش متاع فميش فلوس ما فميش مش ليز ما نعملوش خدمنا بدينا نحطو في برنامج دينا نحلم ونحطو في أحلامنا على الأوريق وبعد لك بصدق ما نتلقينا دعم كبير برشا 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 من دبيت الثقافة اللي هي تقول أخدموا أنا معاكم تونس في حاجة للثقافة في حاجة للثقافة يلزمنا يلزم الثقافة أحنا في الحقيقة راهو فما بلدين تقدمت وصارت فيها ثورات بالمسرح ما نقولوش ثقافة بصفة عامة ما نقولوش معنيتها بالمسرح وحدو يعني فما ناس كي يتقدم لك أشياء رايك تقعد به تتقول شنو سبيكتاكل هيدا شنوش قاعدين يعملوا جنوني ذو ما معنيتها أحنا نحب نوصل للإبداع ذلك نحب نوصل للدرجات ذلك رغم الصعوبات المالية والإحساس بعدم القدرة بعيون المنظمين إلا أن هذه الدورة التي تضم 37 عرضا بين مسرحا وموسيقى وأفلام تنقسم كله على خمس فضاءات لا قد دعما إعلاميا خلال الندوة التي عقدت لتقديم برنامج المهرجان مهرجان لمدينة بسفاقس البرمجة متنوعة من حيث المسرح من حيث السينما من حيث الفكر والإبداع من حيث الصهارات الليلية التي ربما فيها بعض التنوع ولكن دائما المشاهد والمتتبع لمهرجان دينا يطمح إلى ما هو أفضل نجم نقول عليه أنه محترمة مقارنة بالظروف والإمكانيات المدية التي حكيت عليها مديرة المهرجان لأنه أربع دينار غير قادر أنه تعمل برمجة مخير لكن على مستوى نعرف أن أجواء رمضان ومهرجان المدينة يقعد في جوه وتابعه العائلة الحميمة أكثر منه من السهارات الفاخرة والكبيرة السهارات التي ترجع بنا ليروح رمضان ولأجواء رمضان وأجواء المدينة العتيقة في رمضان لتقعد أنه سهارية رمضان عندها نكتها الخاصة وبقية السهارات الأخرى عندها فضاء آخر كما مهرجان سفاقس الدولي لنجم يمشي مع العروض الكبيرة والعروض التي تطلب برشة إمكانيات مالية سفاقس تستحق أكثر من ذلك فهي تدعم بقية الجهات فلماذا لا تدعمها السلطة المركزية ويعني ترفع من شأن هذه المدينة على جميع المستوات سواء من حيث الثقافة من حيث من الناحية الثقافية أو من الناحية الرياضية أو من الناحية الاجتماعية بين الحنين والانعتاق تبقى مهرجان سفاقس تنشد الأصالة وترنو إلى الدولية رغم التهميش الثقافي الذي أجمع عليه كل رجالات الأعلام للجهة والتي سعى المنظمون بمهرجان سفاقس الدولي ومهرجان المدينة التغلب عليها وإثبات موقع سفاقس القوي في الساحة الثقافية اشتركوا في القناة